موسيقى حلقة جديدة من سوريا اليوم وفيها في محورنا الأول يوما بعد يوم يزداد المشهد تعقيدا في الشمال السوري بعد تطورات ميدانية متلاحقة تمثلت في قصف خطوط التماس من ريف إدلب إلى ريف اللاذقية وليس انتهاءا بريف حلب وتأتي التطورات الميدانية وسط تحذيرات من أن يكون وجود تحرير الشام ذريعة ومبررا لقصف روسيا لتلك المناطق تحت مسمى محاربة الإرهاب فما طبيعة هذا القصف ولماذا الآن وما هي الرسائل المراد إيصالها وما السيناريوهات المتوقع القادمة للشمال السوري في ظل تصعيد النظام والمشهد الحالي أما في محورنا الثاني يواصل أهالي السويداء احتجاجاتهم المطالبة بالتغيير السياسي وأسقاط نظام الأسد منذ ستة أشهر الاحتجاجات مستمرة والتي لم تقتصر على أيام الجمعة فقط إذ أزال المحتجون صورة لرئيس النظام بشار الأسد على مدخل الحديقة العامة المقابلة لفرع مؤسسة مياه الشرب في المدينة يتزامن ذلك مع حديث حكمة الهجري الذي دعم الاحتجاجات وحمل أجهزة أمن النظام اختراق صفوف المحتجين في السويداء فإلى أين يتجه المشهد في ظل تلك التطورات المتصاعدة أما في محورنا الثالث يدور الحديث في الأوساط الدولية عن قرب التوصول لاتفاق جديد حول غزة يقضي بفرض هدنة مؤقتة مقابل تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل وتجري المفاوضات حاليا في القاهرة بوساطة مصرية قطرية أمريكية إلا أنها تواجه صروطا صعبة وفق مسؤولين مطلعين على سير المفاوضات فهل سيكون هناك هدنة في غزة خلال شهر رمضان؟ هذه محاورنا لليوم وسيكون معنا في الساعة التاسعة لقاء مع رئيس وفد المعارضة السورية إلى مباحثات أستان أحمد طاما للحديث عن جولات أستان أهلا بكم في سوريا اليوم قتل شخصان في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي إثر استهدافهما من قبل قوات النظام السوري عبر صاروخ موجه مضاد للدروع وأشار مراسلنا إلى أن قوات النظام ترصد عدة طرقات في جبل الزاوية عبر وضع قواعد صواريخ موجهة على التلال الحاكمة معظمها من طراز كورنيت فعلى أجساد المدنيين تختبر قوات النظام سلاحها الجديد طائرة من دون طيار تحلق يوميا وتتبع تحركاتهم وخاصة في المزارع القريبة من خطوط التماس يتزامن ذلك مع أصدار وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بالمناطق المحررة بيانا نبهت فيه الأهالي بعدم الاقتراب من خطوط التماس مع قوات النظام والمناطق العسكرية حفاظا على أرواحهم من نيران النظام كثفت قوات النظام خلال الأيام الماضية من استهداف السيارات والدراجات النارية عبر الطائرات المذخرة والتي تعرف بالطائرات الانتحارية على ريف إدلب متسببة بخسائر مادية وبشرية فقد أحصت فرق الدفاع المدني استجابتها لعدد من تلك الهجمات نهج الخطير تتبع قوات النظام الميليشيات التابعة لها عبر الاستهداف بالطائرات المذخرة طبعا استجابت فرقنا هذا العام لهجومين في طريق القرقور وقرية الفريكي استهدفت صهريج المياه وهجوم آخر في قرية المنصورة في سهل الغاب هذه الهجمات استهدفت المدنيين داخل المناطق المدنية طبعا واضح جدا هذا النهج يكون خطير جدا وشك النوع جديد من الهجمات اللي راح تأثر بشكل كتير كبير على معيشة السكان على زراعة أراضيهم ورح تهدد حياة المزارعين أيضا وعم يتم صراحة محاربة في سبل العيش تطوير هذا النوع من السلاح واستخدامه على نطاق واسع يعد نهجا جديدا تتبعه قوات النظام لتتبع المدنيين وقتلهم فقد كانوا وما زالوا هدفا رئيسيا لقوات النظام وحلفائه وخاصة الذين يقصدون الأراضي الزراعية القريبة من خطوط التماس مما يعيق دخول المزارع إلى أرضه وينعكس بشكل مباشر على مقومات الأمن الغذائي في الشمال السوري والله العظيم عنا مساكم ما عم نجرب ننزل عليها عم نروح مشي والله يستوينا سوي وعم نخاف والله العظيم حتى العجال اللي من يرحون عم يبتون شو ننساوي يا خاي كم رصار ستتفضيح عنكم؟ شو هي الخسائق؟ هين تحت الدار هاي جات سيارة حنطة تغبت أبدا بسيارة الحنطة ضربتها هازل ما هاضم عبي ستير مياه يعني عم يلف ضربتها الله سلم وداحك سيارته شلونها والعالم فغير الله يساعد والله حق خبز ما عندها من ريف حلب الغربي إلى ريف اللاذقية مرورا بأرياف إدلب وسهل الغاب تحوم تلك الطائرات الانتحارية بشكل يومي وتختار ضحيتها مسببة بحالة هلع ورعب لدى الأهالي وقد تمنعهم من دخول مزارعهم الطائرات الانتحارية نوع جديد من السلاح يختبره النظام على أجساد السوريين سبقه اختبار وتجريب مئات الأنواع من القنابل والذخائر هدفها الرئيسي كان وما زال المدنيين وممتلكاتهم منير حاجي تلفزيون سوريا ريف إدلب الغربي ينضم إلينا عبد الكريم العمر ناشط سياسي من إدلب والعقيد عبد الجبار عقادي محل العسكري من غازي عنتاب أبدأ معك عبد الكريم وأنت في الداخل صف لنا المشهد أكثر في الفترة الأخيرة حركات تصعيد مستمرة إذن من قبل النظام نعم مساء الخير أحييكي وفريق العمل والضيف الكريم والأخرى المشاهدين طبعا منذ عدة أشهر يعني كثف النظام السوري قصفه لإدلب إن كان بالراجمات الصواريخ أو المتعيث ثقيلة يعني منذ حوالي تقريبا الشهر العاشر بدأ يعني واضح التصعيد الذي يعني لم يكن سابقا قبل الشهر العاشر لم يكن هناك تصعيد منذ بداية العام تصعيد خفيف أو ضربات كان يقوم بها النظام فقط لخطوط الرباط أو لنقاط التماس الموجودة ما بين المعارضة والنظام لكن مع بداية الشهر التاسع والعاشر كثف القصف إن كان بالمتعية الثقيلة والصوارير وكذلك الطيارة الروسي الذي يعني قصف العديد من المناطق حول مدينة إدلب إن كان قريب المحافظة أو شرق المحافظة واستمر ذلك حتى جاءت الطائرات المسيرة التي هي إيرانية تستهدف يعني لاحظنا وخصف مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا عن عمليات استهداف كان لمدنيين قريبين جدا من المواقع لخطوط التماس وخاصة أن المناطق متلاصقة في مع بعض خطوط التماس ما بين النظام والمعارضة هناك أراضي زراعية لمواطنين يقومون بزراعتها هي على مقربة من خطوط التماس النظام عبر الطيران المسير أو الإيرانيين يعني يقومون باستهداف إما سيارة أو تقول المدنيين أو إما على دراجة نارية أو حتى اليوم لاحظنا كيف يتم استهداف سيارة كانت تنقل قمح أو حتى جرار ينقل فيه صهريج ماء يعني العمليات التي يقوم بها النظام العمليات الإرهابية والإجرامية واضح فيها تماما أنه فقط استهداف للمدنيين لمزرعاتهم لممتلكاتهم يعني ليس أكثر لا يقوم اليوم حتى العمل إلى القصف الرغوشي سابقا أو حاليا يعني لا يستهدف سوى المدنيين ونظام عبر الطيران المسير أو حتى الصواريخ الحاري التي تقوم باستهداف يعني سيارات المدنيين وممتلكاتهم فقط هم يعني الركيز الأساسي له هو ضرب المدني عقيد عبدالجبار تحليلك لما يحصل اليوم لتحركات النظام الأخيرة كنا يعني بالفترة السابقة نتحدث عن القصف الذي يحصل والضربات التي يقوم بها النظام على خطوط التماس لكن يبدو أن الفترة الأخيرة كان هناك تكثيف ومداومة لهذا القصف مساء الخير لك وليأسادة المشاهدين ولضيفك الكريم ما يحصل هو يعني استمرار لسياسة ونهج النظام الإجرامية باتجاه أهلنا في جميع المناطق الخارجة عن سيطرة هذا النظام وخاصة مناطق إدلب والساحل وريف حلب الغربي هو لا يأتي بشيء جديد هو مستمر في القتل منذ العام الأول للثورة السورية ازداد هذا العنف بعد اتفاقات أستانة وبعد اتفاقيات خفض التصعيد التي لم يلتزم بها على الإطلاق التزمت بها فصائل المقاومة النظام ومعه الميليشيات الإيرانية والروس لم يلتزموا بهذه الاتفاقيات مستمرين في قتل الشعب السوري في استهداف المدنيين على هذه الخطوط النظام لا يستطيع تغيير الخارطة العسكرية أو الخارطة السياسية نتيجة هذه التفاهمات والاتفاقيات المبرمية بين الروس وبين الأتراك وهو لا شيء في هذه الاتفاقيات يحاول المشاغبة يحاول القتل يعني لا يستهدف طبعا النقاط العسكرية لا لا هي التحرير الشام ولا لغيرها كان مسبقا سابقا يستهدف فصائل الجيش الحر الآن ومنذ فترة طويلة وليست جديدة هو يستهدف فقط المدنيين إن كان فيها العمق وإن كان بالقرب من خطوط التماس بغرض القتل ليس إلا فقط القتل لمجرد القتل ودائما لإشعار سكان هذه المناطق بأن هذه المناطق غير مستقرة غير آمنة لتجويع الناس بإبعادهم عن أراضيهم عن مساكنهم الضغط باتجاه أيضا الجانب التركي محاولة خلق زعزع لهذه المناطق وموجات جديدة من النزوح والنازحين باتجاه الحدود التركية هو لا يملك شيء سوى هذه الطريقة بالقتل والإجرام أيضا كما تفضلتم هو يجرب استكمالا لتجريبه وتجريب الروس لمئات من أنواع السلاح والذخيرة الحية على أجساد المدنيين الآن ومنذ فترة طويلة بعد أن منع عليه بعد آذار أو شباط 2020 من استخدام الطيران الحربي والمروحي في ريف إدلب أو في المناطق التي خارج عن سيطرته ويوجد فيها نقاط مراقبة أو قواعد تركية منعت على طائراته الحربية فهو يستخدم هذه الطائرات المسيرة الانتحارية في قتل المدنيين وقتل الشعب السورية هي تكلف الصناعة تكلفة بسيطة سأعود معك إلى تفاصيل الطائرات المسيرة لكن ماذا عن الحديث الفترة الأخيرة عن تصعيد روسي في شمال غرب بعض التسريبات والتحليلات قالت أن الروسي اليوم علنية في التصعيد بشمال سوريا أو ربما بشمال غرب سوريا هذا التصعيد لم يتوقف هذا التصعيد هو مستمر وخاصة دائما يسبق ويعقب جولات أستانا وخاصة في ظل الفشل الكبير الذي حصل في أستانا 21 التي لم تحقق أي شيء فهذا الفشل دائما يتجسد على الأرض وتقوم به النظام والقوات الروسية بالانتقام من الشعب عندما لا يستطيعون تحقيق أي شيء على المسارات السياسية التي أصلا هم لا يريدون تحقيق أي شيء ويبتعدون كل البعد عن هذه المسارات هم لا يفهمون سوى سياسة القتل فهذه السياسة الروسية هي استمرار كما قلت لسياسة سابقة ليس فيها أي جديد ووجه نظري لن يكون هناك أي تغير في الخارطة العسكرية في هذه المنطقة وكما قلت هي عبارة عن تحرشات وقصف وقتل للمدينة وأيضا هي رسائل للداخل بالنسبة للنظام الذي يعاني ما يعانيه من أزمات اقتصادية وسياسية يعني أنت ترجح أن ما يحصل ترجح أن ما يحصل اليوم هو حالة روتينية كما كان يحصل سابقا عند خطوط التماس هناك أكثر من سيناريو أريد أن أناقشك فيهم لكن اسمح لي أن أعود مجددا لضيفي من إدلب عبد الكريم يعني كان هناك تحذيرات من حكومة الإنقاذ من عدم تواجد المدنيين في مناطق محددة تم حضرها يعني لو تطلعنا أكثر على التفاصيل التي تحدثت فيها حكومة الإنقاذ المناطق المسموح فيها التجول والممنوع عنها أيضا التجول وماذا يشاع أيضا في الأوساط الداخلية في إدلب عن حكومة الإنقاذ أو حتى من السكان طبعا البيان الذي صدر عن حكومة الإنقاذ أو وزارة الداخلية والذي طالب المدنيين بالاتعاد عن نقاط الرباط أو المناطق العسكرية وكل إدلب يعني من شرقها إلى غربها هي بالأساس ما بين النظام المعارضة هي منطقة عسكرية بعد القرى المحاذية لخطوط التماس مثال قرية البارة كفر عويد سفوهن هذه المناطق يسكنها قلة قليلة من أهلها هم الذين رفضوا النزوح إلى المناطق الشمالية أو إلى المخيمات وما يكون فيها وهذه المناطق تتعرض بشكل دائم لاستهداف بقبل المدفعي السقيل أو حتى الرشاشات يعني من قبل قوات النظام والميليشيات المتدوءات في تلقى المنطقة عمليات الاستهداف التي تقوم بها الطائرات المسيرة إن كانت إيرانية أو من النظام السوري خلال الفترة الماضية التي استهدفت مدنيين استهدفت راعي إقنام في الفترة الماضية نحسب أن هذه الطائرة لا يمكن أن تعود إلى مكان إقلاعها لا بد أن تنفجروا لذلك يتم استخدامها كان بمدنيين إن كان بأي مكان آخر نتيجة لذلك أصدرت الحكومة وزارة الداخلية هذا البيان في ضرورة اتعاد المدنيين عن المناطق المسكرية المكشوفة يعني على سبيل المثال في شهر كل يوم هناك عملية استهداف من قبل قوات النظام والميليشيات المتواجدة لهذه المناطق في نهاية الشهر إذا عشتم استهداف سيارة تقول عمال زراعيين بالشرق بلد الزردنة في ريف إدنب الشرقي تبعد عن مسافة خمسة إلى ستة كيلو متر عن مناطق سيطرة النظام في صاروخ حراري يعني هناك عملية استهداف متعمد من قبل قوات النظام وهذه المناطق هي مناطق مكشوفة يعني ليست مناطق جبلية كجبل الزاوية المناطق الشرقية من إدلب أو ريف حلب الغربي هي مناطق سهلية وبالتالي هي مناطق مكشوفة ما بين النظام وما بين المعاض ودائما هناك استهداف من قبل قوات النظام حتى في الفترة التي يقوم فيها أهالي هذه المناطق بجني محصولهم الزراعي يعني كثيرا ما نسمح في فصل السيف عن استهداف بصاروخ حراري لحصادات القمح لجرارات زراعية تعمل في هذه الأراضي ولذلك الحكومة حرصا على أرواح المدنيين في هذه المنطقة ويعني التجنب أن تكون هناك عمليات استهداف طيران المسير يدخل إلى العمق كما ذكر العقيد عبد الجبار أن الاستهداف أصبح في العمق يعني ليس فقط على نقاط الرئباط يعني عندما تكون الطائرة المسيرة بالبحث عن مكان ربما تدخل إلى العمق وتقتل يعني أو تقوم بتفجير تتفجير يعني بحافلة أو بسيارة مدنيين ولذلك هذا البيان كان واضح أنه فقط بدون الابتعاد عن المناطق المكشوبة ربما في المناطق الجبلية هناك صعوبة في أن يستطيع النظام أن يرصد حركة المدنيين أو حركة لكن كما ذكرت المناطق الشرقية من إدلب وغرب حلب هي مناطق سهلية يعني هناك فقط تواثر ترابية وهذا لا يكفي لأن يعني بالفعل هو يجب على الناس والمدنيين تحديدا الابتعاد عن تلك المناطق عقيد عبدالجبار يعني حكومة الإنقاذ أصدرت بيان ماذا عن التحركات على الأرض عسكريا هل تستطيع اليوم أن تقوم بهجمات مضاد أو دفاعية على الأقل الفصائل في تلك المنطقة يعني جميعنا يعلم بأن السيطرة الكاملة في هذه المناطق لهيئة تحرير الشام هيئة تحرير الشام التي هي من طبق ونفذ كل التفاهمات وخاصة تفاهمات أستانا هي التي انسحبت من قرى أكثر من 300 قرية شرقي السكة هي التي انسحبت من خانشيخون ومورك ومعارة النعمان وسراقب وكل هذه المناطق هي همها الآن حل مشاكلها الداخلية وجميعنا أيضا يعلم المشاكل وموضوع العملاء والمعتقلين من قيادات هذه والصراعات داخل قيادات هذه أيضا هي منشغلة في الشمال السوري بخلق الفتن والمشاكل بين فصائل الجيش الوطني والتغلغل ومحاولة السيطرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني وبالتالي هي منشغلة انشغالا كامل عن جبهات القتال هي ربما كل بين الحين والآخر تقوم باطلاق بعض الصواريخ أو بعض القذائف الهاون أو المدفعية لذر الرماد بالعيون ولأعطاء صورة للحاضنة الشعبية بأنها تقاوم النظام والميليشيات الإيرانية ولكن واضح بأنها هي التي قضت على أكثر من عشرين فصيل من فصائل الجيش الحر وشردت عشرات الألاف من مقاتليه وسيطرة على كل هذه المناطق لتحمي هذه الحدود لتحمي حدود النظام لتبقى موجودة لتبقى همها النفوذ والسيطرة وبناء دولتها في إدلب بعيدا عن طموحات الشعب السوري بالتحرر الكامل من هذا النظام وتحرير بقية المناطق إن كان في إدلب وإن كان في أرياف حلب الغربي والجنوبي عقيدة عبدالجبار قبل قليل كانت وجهة نظرك تقول أن ما يحصل اليوم هو حالة روتينية ولا يوجد تغير بالخريطة العسكرية لكن بعض المصادر تحدثت لنا منذ أن عقدت أستانا الأخيرة أن هناك نية من الروس لدخول عسكري لتغييرات في شمال غرب سوريا كذلك أصوات من النظام تقول اليوم أن الأمور اليوم تتجه في منحة جديد ما تعليقك على وجهة النظر تلك وهل فعلا اليوم النظام معني في إثبات وجود عسكري في هذه المناطق لو كان الأمر للنظام والروس فهم منذ العام 2017 بعد سقوط مدينة حلب وبعد في الأعلى 2018 سقوط الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ودرعا بيد قوات النظام طبعا بدعم ومساندة جوية روسية قوية جدا لو الأمر لهم لا أخذوا كل هذه المناطق وليسيطروا على إدلب وريف حلب الشمالي ووصلوا إلى معبر باب الهوى ومعبر باب السلامة ولكن هناك تفاهمات هناك تفاهمات بين الروس وبين تركيا وأيضا هناك الولايات المتحدة ولها دور أيضا بمنع وصول قوات النظام أو بمنع سيطرة قوات النظام والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية على هذه المناطق طبعا هنا لا يمكن أيضا إغفال موضوع المقاومة التي يمكن أن تحصل من فصائل الجيش الحر ومن فصائل الشمال ومن فصائل الغرب لتصدي لأي هجوم لقوات النظام والميليشيات الإيرانية والخسار التي يمكن أن تتكبدها كل هذه القوات هذه الأحاديث اسمح لي على المقاطعة سائبة تزامنة مع تحذيرات أطلقتها هيئة تحرير الشام كما تحدث عبد الكريم وهذه المرة الأولى التي تتحدث فيها هي التحرير الشام بهذه الطريقة أو حكومة الإنقاذ يعني هي حذرت المدنيين فقط من عدم الاقتراب من خطوط التماس هي لم تحشد لم نرى رفع جاهزية لم نرى حشد قوات باتجاه هذه الجبهات قواتها دائما رفع جاهزية وأرتالها الكبرى وسلاحها الثقيل باتجاه الشمال باتجاه معبر الغزاوية وليس باتجاه سراقب ولا المعرة ولا باتجاه ريف حلب الغربي إنما فقط باتجاه الغزاوية وباتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني أو إذا هناك أحد الفصائل أظهر نوع من الامتعاض أو نوع من التمرد ولكن باتجاه النظام لم نرى هذه التحذيرات فقط للمدنيين أما أين أرتالها أين رفع الجاهزية أين علان حالة الاستنفار بأن هناك خطر من قبل النظام لم نشاهد ذلك من قبل هيئة تحرير الشام نعم سأعود إليك أيضا بنقطة مهمة اليوم يعني وردت ذكرها بأحد التقارير معروضة على تلفزيون سوريا لكن أريد أن أعود لعبد الكريم عبد الكريم أنت في المنطقة وأدرى بأمور المدنيين هل هناك تخوفات بالنسبة للمدنيين من أن يكون هناك تغييرات جديدة في المنطقة كذلك الشرخ الذي حصل بالفترة الأخيرة بصفوف هيئة تحرير الشام وبعض المناوشات التي حصلت بين القادة هل أثر اليوم على بنيتها العسكرية هناك طبعا التخوفات لدى المدنيين موجودة بشكل دائم خاصة أن المنطقة نحن في ساحة حض فعليا لا يوجد وقف إطلاق نار دائم لا يوجد أي دية لدى المجتمع الدولي بالتوجه إلى حل سياسي وبالتالي المستقبل قاتب والمستقبل مجهود يعني نعم يتوقف القصف لفترات طويلة ولكن بالنهاية إلى أين نحن ذاهبون يعني هذا السؤال دائما يكرر على لسان المدنيين في الشمال ماذا بعد ذلك ماذا بعد 12 عام ماذا بعد هذا القصف والتهجير والنزوع ومخيمات الطويلة التي تمتد على طول الفدود السورية التركية يعني الكل يتساءل عن ماذا بعد لذلك التخوفات طبعا موجودة لأننا نحن بالنهاية في ساحة حرب تغيير القراءة ربما غير مسموح الآن ولكن في أي لحظة نحن في حرب مفتوحة الحرب لم تنتهي يعني للنظام يمكن أن يوقف رغبته بالإجرام وبالقصف وروسيا كذلك الأمر والمدنيين يعني عامل فصائل لا تنتلك تلك القوة العسكرية الدعم العسكري من توقف منذ مؤتمر فيينا ومنذ مجيء ترامب وإلغاء غرفتين الموك والموم لا يوجد دعم عسكري فعلي لفصائل المعارضة فصائل كثيرة ممتدة على طول المناطق المحرر للأسف الشديد أو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة سوريا لسما لهذه تحريف الشام أنا لا أعتقد يعني بعد الصراع الذي حصل أو الملف الذي حصل في داخلها أنها أصبحت ضعيفة على الأطلاق هناك هذه نظرة لها يعني من خلال الأمور التي تثير في المحافظة أو في إدلب بالتحديث في شمال غرب سوريا يعني أنها جهاز قوي متماسك من رأس الهرم حتى القاعدة يعني لكن ربما هناك يعني يردد حسب تسريبات أن هناك مباحثات طويلة جرت ما بين قيادة الهيئة وما بين القادة الذين يتم اعتقالهم وتمى الإفراج عنهم وأن هناك لجان شكلت من أجل معالج الأمر الذي حصل واعتقال من كان مسؤولا عن اعتقال هذه القيادات ولكن كجهاز كبنية عسكرية كبنية أمنية إدارية مركزية لذال قوي لكن المستغرب أنه حتى اللحظة يعني منذ حوالي أكثر من شهر تم تكليف الدكتور محمد البشير الذي هو وزيرا للتنمية في حكومة الإنقاذ بتشكيل الحكومة حكومة جديدة حتى اللحظة هذه الحكومة لم تشكل يتساءل البعض عن سلط تأخير ذلك رغم أنه أمام مجلس الشراء قال أنه سيشكل الحكومة خلال فترة شهر مضى أكثر من شهر وحتى اللحظة لا يوجد حديث عن حكومة جديدة في الإنقاذ أين ستذهب الأمور هناك تعتيم إعلامي داخل قيادة الهيئة أو حتى في قياداتها والحكومة بالنهاية الحكومة تتبع هي إدارة تنفيذية تقوم بالإشراف والأعمال والمشاريع ولكن ليس لها التصريح في وضع المحافظة أو وضع الهيئة المسياسية عقيد عبدالجبار اسمح لي أيضا أن أختم معك بالمقال الذي ذكرته قبل قليل تحدث عن عملية تتم ربما ليس تحت الأضواء بين موسكو وطهران بعد رصد لتحركات موسكو الفترة الأخيرة في سوريا إخلاءها تقريبا 16 موقع عسكري بينها أربع قواعد عسكرية ضخمة مثل مطار حمال عسكري مطار النيرب أيضا من المناطق المهمة التي كان يساتر عليها الروس مقابل فسح مجال الميليشيات الإيرانية بالتحرك بالمنطقة لإزعاج الأمريكان يعني ربما هذه التفاهمات ربما هذه العصواء الجزر للإيراني مقابل أن يبتعد عن خط الجبهة مع العدو الإسرائيلي عن جبهة الجولان بإعطائه يعني غض النظر عن بعض الهجمات في هذا في هذه المناطق في الشمال السوري ولكن كما قلت لا أتوقع الآن ربما مستقبلا وارد كل شيء تغيير الخراط ولكن الآن على المدى المنظور وجهة نظري لا يوجد أي تغير في ظل أيضا انشغال الدول والدول النافذة في الملف السوري إن كان في موضوع غزة إن كان في أوكرانيا إن كان في ما يحصل في البحر الأحمر كل هذا أتوقع سيكون حائل دون تغيير الخارطة العسكرية في هذه المنطقة وأبقى الواقع على ما هو عليه لحين التوافق ربما على حل نهائي للقضية السورية شكرا جزيلا لك العقيدة عبدالجبار عقيدة محل العسكري كنت معنا من غازي عنتاب شكر مصولي ضيفي من إدلب الناشط السياسي عبدالكارين العمر فاصل قصير ونتابع اشتركوا في القناة